دكتور خوري صاروا جاهزين باعتقد السلايدز المعنى تتعرف الناس شو عم بصير فينا نبلش نعرضهم مثل ما محطينهم بس مثل ما مبقى في واحدة قبلها شي نانسي هلأ نحنا صراحة هيك هلأ سبدا تنحك عنهم هيده هي السبايك اللي هلأ طلع بإنجلترا يلي واضح جدا انه كان فيه أول موجة بينها عم تنزل كانت رجعت بالسلالة الجديدة لكي شو عم بيطلعوا يعني نحن خلص كل العالم دخل في الموجة الثانية يعني أغلبية العالم هلأ راح تبلش الموجة الثانية الموجة الثانية بس فيه عندهم هني أخطر لأنه عندهم سلالة جديدة اللي جاي من جنوب أفريقيا يلي صارت عم تنتشر بشكل كتير خطير الكوفيد تونتي كتير خطير كوفيد تونتي بي وان وان سبنت يعني هيدا يصار عنده مش اللي كتير كبيري لأنه لاكي الانتشار طبعه كيفو هيدا خمسة الشهر يعني بارحة اللي عم تطلع وعم تطلع بعدها ما عم توقف من هيك عملوا لوكداون بارحة عملوا لوكداون على جمعتين ثلاثة بشكل جدي تير فور يعني ما عاد في هيدا بلوندا وبكل انجلترا التاني بكل انجلترا هلأ صارت تاني سلايد هيدا عننا نحن هيدا عننا نحن لكن طلع طبعنا عم تطلع بشكل هون بديسمبر صارت هيك من وقتا من بلشين ما عندي مظبوط وين بس بتبلش تطلع بشكل تصاعدة غير ارتدادة يعني ما عم تنزل ما عم تنزل بالفرعة ونحن أكيد رايحين على شيء أكبر نحن صار عنا 200 ألف حالي لما نعرضت الكور بإيطاليا بدأت تنزل هي ما عم تنزل لأنه كم مفروض تنزل لتصار هيدا الاقتصاد هلأد بذكر هلأد هيدا شغلة كتير خطرة يعني نحن هلأ رايحين على تصاعد نحن هلأ في عنا 200 ألف حالي مثبتة بوزيتيف مثبتة يعني بدك تضربها بخمسة يعني ستعملها المعاملين في ناس بولو بين خمسة وعشرة موجودين يعني وهو دي كمان إن أعتقدت مليون حالي تقريبا ما بعرف إنه من عدد سكان يعني إذا ضربت خمسة خمسة إنه هوده الفكرة إنه خمسة يمكن زيادة من تبديها برسانك هنه مصابين مصابين ومش عارفين يمكن أو مصابين ومرضوا شوي وصحوا بالمبدأ هيدا العالميا يعني رأم مهم يعني خمسة البوبيلاتيون وهدي شي نوع عامة إذا بدك منيح ومش منيح لأنه كمان بيعدوا غيرهم أولا وبعدوا يقول لك منيح لأنه مناعة وفي مناعة في مناعة أوكي تالي الكور بيت وديك بس تبفسر وين نحن هلأ هون شو أنواع حالات توزع الحالات بحسب مستوى المرض إيه إنه قديش فيه حالات مقبولة الحالات الحرجة هي بتشوفوها خمسة بالمئة خمسة فاصلة عشرة بالمئة حرجة كتير يعني هاو دي سواء التنصيف هيدو اللي بيبسوا الحالات اللي عندما عندها عراض هي خمسة وعشرين بالمئة تقريبا إذا بتشوف الليل وستة وستين بالمئة حالات متوسطة أوكي وعند عراض يعني نحن ما عندنا خطورة إلا بالخمسة بالمئة اللي هني لعبت تحتاجوا يفوتوا على العناية المركزة رح أعطيكي أكتر هيك حسب الإحصاءات اللي صارت بوزارة الصحة في 2.6% مجبورين يفوتوا على العناية الفائقة بس هؤلاء شو؟ يعني إذا عندك 3620 هلأ مثل مبارحة في 2.6% هاو دي أسرة جديدة مفروض نجيبها على العناية الفائقة يلي ساتوريلا هلأ يعني مبارحة مفروض يكون فات نعم الحسابات نظر عرف 26 يمكن مفروض يفوت سبعين شخص على العناية الفائقة بس نحن أبقى عنا هالأداس لأ عنا 55 شهر أبقى أبقى لك يعني من هيك شو عم بيعملوا الناس عم بيبقوا بيوتهم عم بيبقوا بيوتهم وعم بيصيروا ياخدوا أكشجان بالبيوتن قطعت بيضوي ما بقى فيه مكانات أكشجان كتير قليلة هي كانوا يقدروا يستأجروا يستأجروا الناس من شركات خاصة من شركات خاصة الناس عندهم مشاكل بالبوم يعني بالروية بيحطوها بالبيت شغلة بسيطة بس هاي دي مع الأكسيمتر عم بيكتشفوا العالم أنه بس تعد مدة عم بتبلش ينتزعوا الروية لأنه إذا ما مع حكيم عم بيشوفهم كل يوم ويعطوهم كورتزون وأدوية وقصص تتزبط بيجي وقت بعد جمعة بيصير في أزا كتير كبير وأنا اليوم تحديدا اليوم عندي مريض يعني فيه مريض عم بيحكي معي كان من يومين ثلاثة حطينه بالبيت لما عم ملاقينه مستشفى عم بيقصر بالطوارئ هلا بالطوارئ مستشفى البور الحكومة هي اللي كمان يعني مجهز قدمة فيه بس ما بقى عم بساعة متلين السواء انتنصيف عنده أربعة بالإرجانس اختلق إرجانس وحطر لهم أكسجين مش أنت يقدر يطلعهم يرقبهم بس سؤال هون بموضوع الأيسي يعني هلأ نحن عم نحكي عينية مركزة خاصة بقسم كورونا غير العينية المركزة الموجودة للعمليات الموجودة بالمستشفيات طبعا ما بيندمجوا هولي أبدا لازم يكون لحالهم طيب لا حالهم طيب بس هيدول المستشفى كلها سرعان ديها لا لا تقريبا شي ستين مستشفى صارت نوعا ما مجهزة بس مشكلتنا وين إنه هالستين مستشفى كل مستشفى مثل ما عرض الوزير يعني فيه اسم كبير منهم محضرين حالهم مزبوط بس فيه اسم كبير منهم محضرين حالهم بطريقة خجولة يعني عندهم سرير سريرين سواء انتنصيف عاملينهم عزل عن البقوي يعني منه هلأدى طيب بس هيدا كمان ما بينليم عليه بينليم عليه وزارة الصحة يعني إحنا قديش كان فيه إمكانية نعمل مستشفيات ميدانية قديش فيه ناس طرحت إنه خدوا قتلات حولون لمستشفيات ميدانية خدوا مراكز بلدية كلها منتذكرها والأزمة كانت القصة بدأ أسرة وأجهزة التنفس بعدين سأقول ما بقى بدنا أسرة مش حالنا بدنا أجهزة التنفس بعدين قال ما بقى بدنا أجهزة طب ما كمان مش أنا شغلتي ولا المواطن شغلته يأمنون هو طب بكل هيدا من شباط لليوم نحنا حصلنا سنة شباط 19 لليوم طب شو عملوا هن إجراءات غير إنه المستشفيات الخاصة رضقت وفتحت أقسام بس شو اللي صار صار إشه كتير يعني نحنا كان عنا يمكن شمية وخمسين سرير إذا بدك للكورونا بالعناية الفائقة صار عنا تقريبا بحدود الخمسمية لا ما كيف ينا نجيب أكتر؟ سؤال هي حسب منظمة الصحة العالمية نحنا كلبنان بدنا ثلاثة آلاف سرير عادي للكورونا وخمسمائة سرير عناية عناية فائقة متقدمة نحنا هلأ وصلنا له هذا الرقم؟ رح نوصل له نحنا آه وصلنا له وصلنا له بس بدنا أكتر لأنه بدنا أكتر ليه لأنه صار عنا إصابات أكتر ما كان بها المنحة الإصابات هلأدك بشكل سريع نحنا عم ندوبل تقريبا عن اللي كنا أي عم ندوبل كنا بالمئة مئات صارنا بالتلاف ورح نصير بالخمس تلاف ورح نصير بالست تلاف يعني ما حدا بيعرف أنه خلص تفشي صار طلع إحواليكي شوفي الناس اللي مضربين كلهم يعني بطلت القصة حادثة من هون بهذا الضيعة جا قطيت صار كل حدا بيعرف بمحيطه قدش فيه عم بتزيد كتير بشكل كتير خطير وهذا ما فيك توقفي لأنه بالآخر مثل ما قلنا في كل مئة شخص مصاب في 2.6% عم بعطيك رقم صحيح من وزارة الصحة عم بفوتها على العينية الفائقة مع رسبيراتوريا مش أنه يعني هذا عم تقريبا طب هؤلاء الأشخاص هنه أشخاص أصحاء يعني بس بوصفين بكورونا مش عم نحكي بحالاتك أمراض مستعصية أو الناس عندهم أمراض ربما بالمناعة بارحة تحديدا توفى شاب عمرو 18 سنة ما بوشي بمستشفى بارحة حكومة 18 سنة ما بوشي فإذا ما نقول إنه بقى القصة نحن بما أنه كل الشعب اللبناني معرض فيه بالشعب اللبناني ناس عندهم مناعة قوية ناس عندهم مناعة خفيفة ناس عندهم شباب ناس عندهم كاله هلأ براجيكي كورب الشباب أكيد الشباب تحت العشرين أكيد أحسن بس فقل العشرين ما أحد يفكر حاله أنه معصوم يعني عدد الوفيات حسب الفقل العمري اللي عم تحكي عنه حدث بتشوفي يعني بين العشرين والثلاثين بعدها مقبولة يعني بين أنا رحشوف الكورب اللي بعتلي يا عدريفان بعتقد أسهل لأنك تشوفها عندك كمان ومنحكي عليها بتكون هي أوكي يعني حضرتك يعني بين الثلاثين والخمسين والخمسين تفضل دكتور بين الثلاثين والخمسين في عنا تقريبا مية شخص منصاب يعني هي أخطر شي عم بفرجيكي أنا العلو العلو بين الخمسين والخمس وستين هاو دي ببلشو يعلو وبعدها طبعا الفئة العمرية الكبيرة واضحة من السبعين للثمانين وما فوق كلهم 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 أكتر هذه الفئة العمرية اللي بتنصاب هلأ إذا في واحدة تانية بعد في بعد واحدة اللي وراءها فيك تشوف عندي ايه توزع حسب العمر كمان ايه هيدا توزع هديك عفوا هديك الوفات الوفيات الوفيات كانت لقابلة هيدا حسب العمر تحت العشرة كتير قليل طبعا بين العشرة وتسعتاش تسعتاش تقريبا ألف ومية بين العشرين والتسعة وعشرين تلاتة لاف ومتى بقى يعني أكتر شي عم تكون بين الاربعين للستين أعلى أربعين للستين اي ما هيك أعلى شي حتى تلاتين لالتسعة تلاتين مش هيني يعني فوق تلاتين سنة واحد لازم يعتبر حاله أنه ممكن يكون منصاب وتشوف أنه حتى بين العشرة والتسعتاش في عندك ألف شخص مش قليل نصاب يعني مش قليل مش أنه معصوم يعني وإذا أصيبه فيه احتمال مثل ما الله يرحم الشاب بنبرحة يعني فيه احتمال بقى لشو واحد يخده يعني ما منعرف كيف بتصيب الشخص حسب منياته حسب تير إشي ما منعرف بعد إذا أصيب فيه فيه خطر أكيد أغلبيتهم 85% ما حيصل لهم شي بس إذا أصيب فيه فيه خطر الشخص يلي ما عارف حاله وما بو شي وما عنده أي عهد بس كل هيدا الكلام اللي حضرتك عم بتقوله وصلنا لهيدا النوع من الإكفال اللي بكرة حيبلش يعني الإكفال مع استثناءات مش إكفال عم بحكي عالضمان الاجتماعي هذا حدا بدي يفوت على المستشفى بده دواء يعني فيه أمور لأنه ما قدرنا نفعل خدمة الأون لا ما كله بدي يرجع على فعلا ما فينا نرجع على وراء هلأ بدنا ندير الأزمة هلأ بدنا ندير الأزمة فيه أشياء ممكن الاستثناءات أوكي يمكن فضفاضة شوية بس فيه أشياء ممكن تنلغ بس فيه أشياء ما فيك تشيلية يعني بالفعل ما فيك تشيلية فيه أشياء بالطبية فيه يعني الديبوت على الأدوية مثلا بد يجي واحد ياخد أدوة على الفرمجيات على المستشفيات معامل الأمصال مشبورين يعني فيه أمور ما فيك بس فيه أمور يمكن بعض تزغر شوي أنا مع بس الأهم من هي كمان منع التجول وإعطاء بس استثناءات للناس اللي مستثنيين يعني الصحفيين مثلا الأطب النرسات هالأمور هالناس اللي محددين العسكرية اللي بالفعل عايزين مش كل العسكر وكل ما بعرف بس حدثك عم بتقول أنه عمل منع تجول مش مفرد مجوز سو يفرق مفرد مجوز عمل على التجول ساعتها إذا في مصالح فاتحة عفوا مفرد مجوز يعني نص الشعب اللي عم عم على الطريق بصير ويستعيروا من بعض بالعكس بصيروا يطلع 3-4 بصير يعني كله على الطريق ومت عمل تطير طيب وين عم بيروحوا هالجماعة يعني عم بيروح عشي إذا مسكر عم عم بيروح عم بيروح عم الهدف إنه الناس عقوا ببيوتة مش الهدف نروح نعمل زيارات أو نروح نعمل تب أنتوا ليش يعني ليه عم بيصير هيدا هالطريقة أنه لجنة الطبية والصحية بتاخد توصيات هي لجنة استشارية استشارية بتاعت توصيات لجنة وطنية لمكافحة داء الكورونا هي برئاسة اللواء محمود الأسمر يلي هو كمان أمين عام مجلس دفاع الأعلى هلأ كل أشخاص اللي موجودين فيها فيها علماء طباء اقتصاصيين لهذه الوصحة فيها وزارة الصحة موجودة فيها كل الوزارات موجودة وزارة التربية وزارة كلهم موجودين عمل اقتصاص كلهم خارجية كلهم موجودين مشين المطار مثلا أراء الكل وبالآخر بتعطي توصيل وإجمالا الحكومة عطول تمشي بالتوصيات نحن عطينا التوصيل تبع أدار وتسكرنا البلد لماذا ما شافيه هلأ نحن كان هدفنا بأنه ينعطى توصيل مثل أدار تماما ونسخناه هون يعني أنه ما نعمل بأدار نعمله هلأ ما بدنا نخترع البرود ونشوف غير البلدين مثل ما عم بيعملوا عم نسكر البلد لأنه مين اللي قرر العكس هلأ هون نحن بأخر اجتماع عم نحكي هلأ بأخر اجتماع بالكورونا وقتها نعمل الجماعتين اللوكداون ووزارة الصحة كان بدأ أربع جماع قديم قبلا يعني ووسط بهالموضوع لجنة كورونا ما كانت يعني ما اجتمعت أخذت القرار الحكومة بيجي ماتين الإغفال السابق شفنا أنه ما عامل شي وهيدا شبيه لأربع ووزير الصحة ما كان بده هاك يعني 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 كيف بتصير الأمور وبيخدوا القرار ما أعرف أنا ما فيني أعرف يعني عم بفوت لأنه تأليش وعن بيعادل كحكومة بفهم كمان عم بيعادل بين الاقتصاد وال هالناس يخنقوا خنق لأنه ما فيون يعطوه مصاري يعني بين أنك أنت تنهار بالجوع أو تنهار بالجوع أو دولك مشي نوعا ما الحال شفنا أنه نوعا ما الحال ما يعطي نتيجة أرقام يمكن كمان إذا هيك في شيء أرار يأخذوا يمكن المواطن هون يعني مثل ما في مواطني ما رحت سهرة فتحت أماكن سهرة أو ما رحت على المطاعم يعني كمان المواطن كبرى يعني مسئولية حاله يعني كل واحد بالمعنى أنه كل واحد لازم كمان يكون عنده مسئولية تجاه نفسه تجاه محيطه أنه البدو ساعة هون ما يخذ شهر هاي كيف بدك تعمليها عندك حالتين ما في شيء أكتر أو بالقوة هذا اللي عم بيعملو هلأ وأنه بالنسبة لإله ستكون صارمة جدا وحتى في حبس لستة شهر إذا واحد يعني ملتزم لأنه بيعتبر أنه عم يعرض غيره وهذه فيه بالقانون موجود أكيد فأزم بالقوة وهذه بديك تلحق عكل الشعب اللبناني لأنه متن ما شفنا قبل يعني في تفلت بلبنان ما بعف كيف سنقدر نعملها من هيك نحن طلبنا الجيش يعني أنا بكل صراحة قلت بشكل واضح ونحط وأصرات نحط بالمحضر تبع التوصيات اثنين في عندك احتمال تاني أن تعطيهم مصاري يعني تأمن مصاري مباشرة أن الناس ستتعود ببيوتهم كمان أخذنا هالقرار والتوصية وقلنا عملوا معروف تكون تأمنوا للناس على قليلة معيشة شهر أعطوهم ماد ما أخذوا بشي هلأ بيقدروا ما بعرف اعتمدوا الطريقة التانية نفس الشي يجربوه مع المستشفية الخاصة هلأ لنحكي أيضا خليني اخذ مدخل اشتركوا في القناة